الفنانة سهير صلاح واللي بتقوم بدور هند في مسلسل حيرة بتشوق جمهورها من خلال موقعها الرسمي على انستجرام بصور جديدة لشخصية هند في مسلسل حيرة وكتبت وقالت جايلكو أحداث هوية في مسلسل حيرة انتظرونا 34 من الواضح ان في أحداث كتير جداً حيمر بيها المسلسل واللي بتتم عرضه على قناة MBC عراق وكمان على منصة شاهد وي اي بي وبيعود المسلسل للعرض مرة تانية من خلال قناة MBC في معادة السابق ساعة 7 وحنشوف وسام حيعمل ايه وهل فعلاً حيحرق بيت كمان ولا لا وده اللي واقف عليه المسلسل في أحداث حلقة 133 كان قبل رمضان مباشرة وبيعود المسلسل في الحلقة 134 يوم 304 يوم الأحد القادم بأحداث جديدة وحنشوف انه وسام مش هيحرق البيت ولا حاجة وانه هيواجه كمال بكل اللفات وانه خد حبيبته منه وكمان الموقف هيهدى بينهم وحتقرر روايدة السفر وحيحصلها حدثة وحيفتكرها ان هي ماتت وكمان هيكون عايزة تطمن عليها وحنشوف علاقة فريدة بمهند في الفترة الجاية واخناقات جمال المتكررة مع مهند ودايما جمال بيبحث وراه علشان يشوف عليه مشاكل او اي حاجة علشان يقول لفريدة ويحذرها من مهند لكن فريدة مش بتصدق جمال وبتكون مع مهند وحنشوف كمان ازاي سمر هتفتكر موضوع انتقامها من عائلة عدنان وحتحاول ان هي تعمل حاجة ليهم وكمان الاحداث كلش قوية في مسلسل حيرة وحنشوف الاحداث مع بعض في الحلقات الجاية تابعوا تسريباتي اول باول قبل عرض المسلسل وتقدروا تلاقيوا قيمة تشغيل باسم مسلسل حيرة فيها جميع الحلقات والمقرر انه هيكون 165 ل180 حلقة مش اكتر من كده وده اللي قالوا ابطال مسلسل حيرة اللي خلصوا تصويره في الحلقات وخلاص روحوا على بلدهم في العراق ووضعوا تركيا وسافروا استكمال اعمال عراقية اخرى الفيديو بيخلصوا فيه تكلمنا وشوفنا صور حديثة لهند في مسلسل حيرة باي باي